الى فلسطين قادمون لكن علينا اولا ان نحرق المنطقة واهلها حتى نبصر طريق القدس هكذا قال المتاجرون وحينما جاءت ساعة الحقيقة ترك المقاومون وحدهم في المعركة وغاب المقاولون طوفان الاقصى لم يجرف عن جهية جيش الاحتلال فحسب وانما جرف شعارات المحور الايراني الذي اكتفى بشعارات وترك الافعال عندما وضع على المحك فمن نظام خامنة الذي نفى مشاركته في الطوفان الى وكلائه الذين ما زالوا يعدون ويتوعدون فهذا يتوعد بحرب شاملة ان اية مساعدة عسكرية تمثل مشاركة فعلية في الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتتحمل مسؤولية ما قد يترتب عليه من امكانية اتساع نطاق الحرب وهذا الاخر اشترط ان يدخل الجيش الامريكي قطاع غزة حتى يتدخل اما ان يدخل الجيش الصهيوني بمفرده فيكتفى بالتنديد تدخلت امريكا بشكل مباشر فاحنا سوف نتدخل بشكل مباشر وكل اهداف امريكا بالمنطقة تعتبر اهداف مشروعة للمقاومين نموذج اخر يتلهف ويطالب بفتح الطريق الى فلسطين وكأن رفقاءه في المحور جيش نظام الاسد وميليشيا حزب الله ليسوا على حدود فلسطين المحتلة نطالب السماح لنا بالتهاب الى فلسطين اليوم احنا مدكين نتظاهر ونعبر بكلمات اليوم احنا نريد نحضر باجساد اما الخزعلي فينتظر طلبا رسميا من الفلسطينيين لينصرهم وان لا فسينصرهم بالتظاهر والتنديد واذا طلب منا ان نحضر وان نشارك بالقتال فنحن حاضرون ولان المأساة الفلسطينية وقضيتها اكبر من هذه المتاجرة فلا بد من التذكير بان الشعوب التي ورثت عن اجدادها حب فلسطين ووجوب نصرتها تتعرض للابادة وعلى يد من؟ على يد محور ايراني ما كان ليعيث في المنطقة فسادا لولا ان فتحت له الطريق امريكا التي تدعم من يحتلون فلسطين